من الهاتف إلى التلفزة فالحاسوب هي الوسائل التي اعتمدها نور الدين لقضاء يومه في ظل الحجر الصحي المنزلي المفروض بعد انتشار جائحة كورونا بالجزائر بعض الشباب أمثال نور الدين كان الحجر الصحي المنزلي نعمة عليهم فوقت الفراغ الذي بات عنده استغله لتنمية مواهبه كالكتابة ومطالعة الكتب نقرأ قليلا كتابات وكان كتاب إن شاء الله سنوجد له مصائبه قومين عنده قومين فوائده كان بزاف الناس اللي عندهم مواهب يقدروا يبرافيتهم هذه الأوكازيون اللي جاتنا بش ينميوا المواهب ديالهم واللي يتعلموا لغات إضافية في هذا الفتر إن شاء الله وفا إكزمبل بروفيتت هذه الأوكازيون وهذه الأيامات وكتبتهم بتيبوهم على الكورونا اللي قلت فيه داء بلاد دواء وباء جلب العناء هذه مقدمتها من حزين مجرد فيروس قتل ألاف النفوس حول حياتنا إلى كابوس وكأي سلعة وانشئة بالسين أصبحت الحياة تحت رحمة أصغر الكائنات والكل يرجو النجاة من سنة 2020 فقد غضى أصحاب الأقدام الحافية وملاك القصور العالية كأسنان المشتسواسية كل في بويتهم كالمساجين الحجر الصحي المنزلي فرصة لكل مواطن كانت مشاغل الحياة تمنعه من القيام بعديد الأشغال على غرار جلوس رفقة العائلة والمطالعة وغيرها فالزموا بيوتكم لحماية أنفسكم وصحة عائلاتكم ترجمة نانسي قنقر